طيب دعونا نشاهد الآن ردة فعل الجماهير الهلالية بعد نهاية هذه المباراة مروفو زهلاء الله يبارك فيك إن شاء الله تكشفت أداء الهلاليوم؟ والله ما علي إن شاء الله جيد بإذن الله نتم الخير بإذن مباراة الشباب ونتوقع إن شاء الله 2-1 مباراة الشباب نتيجة كانت مكرونهم بمستوى اليوم؟ يعني بس أخر دقائق والله العظيم أنهم مخوف هنا منحت الدفاع بين الزوري والبرازيلي ما فيه يعني تفاهم ما فيه والله راضي عداء اليوم؟ ممكن نقول 60% والله بشراعة فيه واضح تغيير من درب والأداء أفضل من أول لكن يزال الفريق يحتاج مني أكثر من كده النتيجة اليوم كانت مكرورة بالأداء؟ أكيد بالعكس شوف لما أنت تثبت على تشكيله في النهاية يجيك الفريق قوي زي كده وما تخاف عليه تحضر مباراة بس تستمتع قيم أداء الهلال كم بالمئة اليوم؟ اليوم أعطيه 60% تقريباً وإن شاء الله الجاي قدام الشباب الإنسجام بيبين أكثر قدام الشباب وإن شاء الله أنه تكون عامل ممتاز في مباراة النصر النهائي السكيلة اللي ظهر أعطيها المدرب اليوم؟ جداً شوفت اللاعبين بأمانة ممتازين بوجود مساعد طبعاً لما صار الظهير لاعب كرة بشكل ممتاز تتكلم على المدافعين ممتازين أيضاً واللعبة الوسط والفريق كله بأمانة قدم مباراة ممتازة ونتمنى إن شاء الله أنه تنعكس على اللاعبين في مباراة النهائي وإيضاً في الأسيوية في مباراة العين بإذن الله والله الأداء ما يطمن ووضع الهلال ما يطمن هو هذا الهلال اللي كنا ندخل ملعب ومحنا مرتاحين رايح يحقق الفوز أو رايح يعني يعطينا أداء أو نكون طانعين منا اليوم أنت متبقتنا في الأداء؟ يعني ندخل إحنا محمد خايفين أو قبر لكن الهلال الحين ما كان الهلال اللي قبر لا مستوى ولا أداء ولا يعني ما يحتاج الهلال إلى فرمته كامل من جديد ما كان هذا الهلال اللي قبر ندخل ملعب هو القبر نحن مرتاحين مستوى حتى لو كان منهزة يعني نقدم اسمه اليوم اليوم ومباريات اللي قبر ما كان هذا الهلال اللي إحنا نعرفه قبر كبتن حمزة دريلس كيف ترى فريقة الشعرة مع السيد أحمد العجلاني بعد ثالث مباراة؟ والله حقيقة فريقة الشعرة من الفرق اللي تحترمها حقيقة جهد إداري كبير قامت به إدارة الشعرة ترتيب الفريق في سلم الترتيب أعتقد جيد الفريق بيقدم مستويات مميزة بدليل أن المباراة اليوم وعلى أرض الهلال مسجل هدفين وكانت المباراة صعبة يعني صعبة المباراة على الهلال رجع بعد خسارته بثلاثة أهداف أعتقد أن الفريق مع المدرب أحمد العجلان كلنا نعرف المدرب مدرب خبير عارف الكرة السعودية بشكل دقيق فترة طويلة وموجود في الملعب السعودية أعتقد أنه سوى نقل أنك ترجع ضد فريق زي الهلال بعد خسارة بثلاثة أهداف أعتقد أنه عندك فريق جيد بالإضافة للجهد الكبير اللي بزلته لإدارة إدارة الشعلة من أكثر الأنجل سوى في الفترة الأولى تعاقدات مع لعبين استغلت على فريقها بشكل جيد شفنا ترتيبه ووضعه مطمئن نتمنى لهم التوفيق ترجمة نانسي قنقر